بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أدبي في درس جديد من الدروس المصورة لمادة العلوم العامة درسنا لهذا اليوم بعنوان الرسوم البيانية لأداء الرياضيين نبدأ أولا باستعراض أهداف درسنا لهذا اليوم حيث يتوقع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يصف أداء متسابق رياضي اعتمادا على منحنى السرعة مقابل المسافة ثانيا يصف أداء متسابق رياضي اعتمادا على منحنى السرعة مقابل الزمن ثالثا يصف أداء متسابق رياضي اعتمادا على منحنى المسافة مقابل الزمن التهيئة بالاعتماد على ما تعلمته في الدرسين السابقين أجب عن السؤال التالي كيف يمكننا المقارنة بين أداء الرياضيين بشكل دقيق؟ على سبيل المثال أداء العدائين في سباق الأربعمائة متر لمقارنة أداء الرياضيين نحتاج إلى بيانات دقيقة تمثل كلا من السرعة والمسافة المقطوعة فكيف يقوم المحللون الرياضيون بتحديد المسافة التي قطعها كل من العداء الأول والثاني خلال زمن مقدار عشر ثوان يمكننا الاستفادة من الرسوم البيانية للمسافة مقابل الزمن في تحديد المسافة التي يقطعها العداءون خلال فترة زمنية محددة يمكن أن نستخدم بيانات منحنة السرعة مقابل المسافة في وصف حركة الرياضيين وعلى سبيل المثال يظهر الشكل المقابل الرسم البياني للسرعة بدلالة المسافة لمتسابق في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة الدوحة سنة 2019 من الشكل يمكننا حساب السرعة المتوسطة للمتسابق خلال السباق كما يلي نقوم بجمع قيم السرعة المتوسطة وتقسيمها على عدد القراءات فنجد بأن السرعة المتوسطة في أفرج تساوي 12.05 زائد 11.36 زائد 6.8 زائد 11.98 زائد 12.42 تقسيم 5 الناتج في أفرج تساوي 10.928 متر في الثانية يتضح من الشكل أن سرعة المتسابق لم تكن ثابتة طوال الصباق وإنما ازدادت سرعة المتسابق بشكل سريع من لحظة الانطلاق وإلى أن قطع المتسابق مسافة 40 متر ثم وصلت سرعته القصوى إلى 12.42 متر في الثانية بعد قطعه لمسافة 80 متر منحنى السرعة مقابل الزمن من المتعارف عليه في سباقات كسباقات دورة الألعاب الأولمبية أن نرسم السرعة مقابل الزمن حيث يكشف الرسم البياني للسرعة مقابل الزمن للحدث الرياضي نفسه أي دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة الدوحة سنة 2019 عن مزيد من التفاصيل كالفترة التي تزايدت فيها السرعة بشكل كبير ومتى بدأت السرعة بالطباطئ قليلا الإشكال هنا أن المسافات المقطوعة والفترات الزمنية تكون متقاربة في سباقات العدو السريع مما يجعل السرعة والزمن قابلين لتبادل البحاور لذلك علينا التحقق عند دراسة الرسوم البيانية لأداء الرياضيين من بيانات المتغيرات على كل من المحورين الأفقي والرأسي منحنا المسافة مقابل الزمن يظهر الرسم البياني للمسافة مقابل الزمن كيف تتغير السرعة والمسافة بمرور الزمن تجدر الإشارة هنا إلى أن الرسم البياني لمسافات السباق مقابل الزمن سيستمر حتى وإن طباطئ المتسابق قليلا عند نهاية السباق فكيف نفسر ذلك؟ أحسنتم تستمر المسافة المقطوعة في الإزدياد طالما يواصل المتسابق الحركة ولكنها لن تكون بنفس المعدل حيث تتغير بتغير السرعة فإذا زاد المتسابق من سرعته خلال فترة زمنية معينة تكون المسافة المقطوعة أكبر مقارنة بسرعة أقل في نفس الفترة الزمنية مما سبق يمكن أن نستنتج أنه كلما ازدادت بيانات الأداء الرياضي من مسافة وسرعة وتسارع مع الزمن كان ذلك أفضل في مقارنة أداء الرياضيين ومثل هذه البيانات يمكن أن تساعد المدربين على تحسين أداء العدائين مثلا ملخص الدرس يظهر الرسم البياني للمسافة مقابل الزمن كيف تتغير كل من السرعة والمسافة بمرور الزمن ويعتبر تحليل الرسم البياني للمسافة مقابل الزمن طريقة بيانية لمقارنة السرعات الخاصة بالأجسام المتعددة تفيدنا الرسوم البيانية للسرعة بدلالة الزمن في معرفة التسارع والتباطئ أثناء دراسة حركة الأجسام وكلما ازدادت بيانات الأداء الرياضي كان ذلك أفضل في مقارنة أداء الرياضيين نمر الآن إلى التدريبات ونبدأ بالسؤال ستة صفحة سبعة وعشرون من الكتاب المدرسي صف ما يحدث لحركة عداء في الرسم البياني المبين في الشكل المقابل بإمكاننا أن نلاحظ أن منحنا السرعة والزمن لهذا العداء على شكل خط أفقي ويعبر هذا الخط الأفقي عن السرعة الثابتة مع الزمن وقد أنهى هذا العداء السباق في ثماني ثوان وقد كانت سرعته طيلة هذه الفترة ثابتة ومساوية لأربعة متر في الثانية من جهة أخرى فإن ميل المنحنى يساوي صفر أي أن التسارع يساوي صفر أو السرعة ثابتة سؤال سبعة صفحة سبعة وعشرين صف ما يحدث لحركة كرة في الرسم البياني المقابل نبدأ أولا بتحديد نوع التغير في السرعة هل أن الكرة تتباطأ أم تتسارع أم أن سرعتها ثابتة بإمكاننا أن نلاحظ أن ميل المنحنى سالب وهذا يعني بأن سرعة الكرة تتناقص وبالتالي يمكن أن نستنتج أن هناك تباطؤا في حركة الكرة بحساب ميل المنحنى للسرعة مقابل الزمن نجد أن التسارع سالب ويساوي في هذه الحالة سالب صفر فاصل خمسة وسبعون متر في الثانية تربيع كما يمكننا أيضا أن نلاحظ أن الكرة تتوقف عن الحركة بعد مرور ثماني ثوان حيث تصبح سرعتها مساوية للصفر سؤال ثمانية صفحة سبعة وعشرون صف ما يحدث لحركة متسابق في الرسم البياني المقابل يوضح الرسم البياني للسرعة مقابل الزمن لحركة المتسابق أن سرعته لم تكن ثابتة خلال مراحل السباق حيث كان ازديادها بطيئا في الأربع ثواني الأولى ثم ازدادت السرعة بشكل سريع من الثانية الرابعة إلى حدود الثانية التاسعة وصلت سرعته القصوى إلى ستة متر في الثانية في نهاية السباق أي في آخر ثانيتين انتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والتفوق ترجمة نانسي قنقر